هجمات جديدة لتنظيم داعش على مواقع ميليشيا أسد والميليشيات المساندة لها في البادية السورية تعيد المنطقة إلى الواجهة وتجبر أصحاب النفوذ فيها على إعادة حساباتهم بدقة هجمات يستغل فيها التنظيم الخلافة المستمرة بين الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية في ظل التنافس بينهما للسيطرة على المنطقة الغنية بالثروات الباطنية وإحجام كلا الطرفين عن مساعدة الآخر في العمليات القتالية وهو ما يفسره الدفع الاحتلال الروسي بتعزيزات كبيرة لميليشياته تضمنت أسلحة ومدافع ثقيلة بهدف تأمين خطوط النقل وحماية استثماراته في بادية حمص الشرقية على صعيد آخر يرى مراقبون أن هجمات التنظيم التلك لم تكن لتتواصل لو لوجود الرغبة لدى النظام وروسيا بالإبقاء على خلايا متفرقة تحمل أفكار التنظيم لاستخدامها ذريعة لمواصلة مزاعم الحرب ضد الإرهاب في الأوساط المحلية وأمام المجتمع الدولي إذا اعترفت وكالة سانة تابعة لنظام أسد بمقتل خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة عشرين آخرين إثر هجوم للتنظيم على حافلة لنقل الضباط والجنود في منطقة حميمة ببادية حمص بعكس سياسة النظام الإعلامية بتكتم على خسائره في المواجهات مع الفصائل المصنفة في قوائم المعتدلين اليوم يريد أن يستثمر في تنظيم داعش في تنظيم الدولة وبالتالي لا يستبعد أن يكون سماح نظام الأسد لتنظيم داعش في التغلغل في البادية في الأون الأخيرة والزج بعداد كبيرة من المقاتلين في محرقة أو ما يسمى اليوم بمثلث الموت في البادية هو فقط للاستهلاك الإعلامي أو للتخلص من بعض الميليشيات خاصة أنه هناك خلافات شديدة بين عدد من الميليشيات المختلفة الولاءات بين روسيا وإيران وأخرى محلية موالية للنظام الأسد هجمات ربما لن تكون الأخيرة لكنها تكشف سعي النظام وحليفته روسيا إلى الاستفادة سياسيا من استعادة التنظيم لنشاطه في المنطقة وتضع خارطة السيطرة والنفوذ أمام تغيرات محتملة من الصعب التكهن بمآلاتها